يواصل مؤشر تاسي ارتفاعاته سواء على الاطار الزمني اليومي او الاسبوعي خاصة مع قرارات الفدرالي في الاسبوع القبل الماضي وتثبيت المعدلات الفايدة وتلميح جيرون باول انه ممكن يكون فيه خض لمستوات الفايدة خلال العام الموجود من المتوقع استمرار حالة الصعود لمؤشر تاسي خلال الاسبوع الحالي لفين المؤشر ممكن يروح؟ طب ايه الاسهم اللي ممكن نحط عينينا عليها سواء في تدولات يومية مضربية سريعا او استثمارية اهلا بيكم معاكم يوصف عزة من قناة اكاديمية تاسي والنهاردة هنكون بنشرح وبنوضح التحليل الفني الاسبوعي ومؤشر تاسي واهم الاسهم السعودية افكر حضرتكم تقدروا تتابعونا على قنواتنا في كل السوشال ميديا تويتر تليجرام انستجرام وقاما طبعا على اليوتيوب تقدروا تكتبوا لنا كل الاسهم اللي اه عايزين يكون لها تحليل واتبعونا في كل الدروش التعليمية دلوقتي يلا بينا وهنبدأ مع حضراتكم بتحليل اه المؤشر وزي ما احنا شايفين على الاطار الزمني اليومي كنا بدأنا الاسبوع بفجوة سعرية اه صاعدة اه تم تقريبا غلق معظمها اه مع تداولات يوم الاثنين وقدر للمؤشر انه يصل لمستويات 11725 ومع تداولات يوم الاربعة اه والخميس قدرنا نشوف ان المؤشر تبيرجع تاني اه يرتد هبوطا اه كهبوطة فيه لمستويات 115190 طبعا زي ما احنا شايفين الاسعار فوق خط الاتجاه الصاعد فوق متوسط التحرك متين فوق متواد دعم المحوري الي كان كمة في اواخر صهر اغسطس الماضي فالتصفيح الي تم مع نهاية الاسبوع الماضي ده كان تصفيحي جيد جدا يخلينا نقدر نبني تمركزات ايجابية مرة تانية عشان نستهدف كمة العام الحالي الي كانت عن 11940 علشان اه نقدر نبني او نقدر نكفل العام الحالي تقريبا بشمعة ممكن نسميها شمعة شمعة بن بور ان الاسعار اه فتحت العام الحالي وابلقت عند نفس المستوات فما يبقاش عام اه كل خسائر خاصة انه مع الربع الاخير من العام قدر المؤشر انه يكون ويعوط كل الخسائر اللي كانت في التنات ارباع الاورنية من السنة اذا مؤشر تقتاشي منتظرين مع فتحت يوم الاحد انه يكون لنا شمعة صاعدة ايجابية من خلال هنقدر نبني تمركزات صاعدة مرة تانية وهتكون مستهدفاتنا 11940 كمة العام الحالي نروح ليه عرضنا لسهم اه ارامكو ونبدأ بسهم ارامكو اللي قدر نتكلم معي اكتر من مرة وقلنا ان سهم ارامكو تقريبا تحركاته كلها عرضية اه بيطلع تقريبا اه ريال وبينزل ريال في النصات ده تقريبا بقاله اه من شهر او او اواخر شهر اكتوبر اه الماضي هو دلوقتي عند مستوية الدعم اتنين وتلاتين خمسة وسبعين تلاتة وتلاتين خمستاشر في خط اتجاه فرعي اه تم كسره ولكن طبعا كسر مفهوز زخم صاعد اه بمجرد ما نشوف ان في شمعة صاعدة اعلى مستوية تلاتة وتلاتين خمستاشر نقدر نبني تمركزات شرائية مرة تانية على سهم ارامكو. استهدفاتنا هتكون الكمة اللي تكونت هنا مع نتصف شهر نوفمبر الماضي عند تلاتة وتلاتة وتلاتين خمسة وتسعين وبعد كده مستوية المقاومة اللي هبط منها السعر اكتر من مرة خلال العام الحالي وهي مستوية اربعة وتلاتين تسعين خمسة وتلاتين خمستاشر. منتظرين بس اغلاق شامعة ايجابية فوق تلاتة وتلاتين خمستاشر نقدر نبني تمركزاتنا لتلاتة وتلاتين خمسة وتسعين ومن ثم اربعة وتلاتين تسعين. ده بالنسبة لسهم ارامكو. نروح بعد كده لسهم بنك الانماء. سهم بنك الانماء كنا تكلمنا عنه اكتر من مرة قلنا انه اه من الاسهم اللي جابت لنا عوائل ترمى جدا خلال تحليلاتنا فنية الاسبوعية في اه الاسابيع. الماضية كنا بنتكلم عنده عنه انا فاكر من مستوى التلاتين فاصل تلاتين تلاتين فاصل ستين. دلوقتي هو عن سبعة وتلاتين تلاتين بنتكلم في صعود اه اكتر من سبعة ريان فحواني اه نقدر نقول اه صهرين اه او تلاتة واربعين يوم تداول فده اه معدل جيد جدا اه يكون اه مناسب معنا. اه سهم بنك الانما هو بيقترب حاليا من خط اتجاه هابند بنوضحه هنا اهو وهو قمته كانت في ابريل اتنين وعشرين. ودلوقتي هو بيقترب من الخط ده. الدخول دلوقتي مش هيكون انسب دخول. يعني دخولنا ممكن يكون اه مع بعض من التصحيح مرة تانية ممكن نقول مسلا التصحيحات دي اه تكون عند مستويات ستة وتلاتين عشرين. اذا تتوافق مع خط اتجاه صعد اه فرعي. نقدر نبني تمركزات شرائية مرة تانية على سهم بنك الانما. ولكن احنا نستري من دلوقتي عن بالقرب من مستويات مقاومة او بالقرب من خط اتجاه هابط ده ممكن يكون خطر بعض الشيء. اما هوافق من عن ستة وتلاتين تلاتين. القمة لا تم كسرها الاعلن. او هندخل لو قدر انه يختار تفضل الاتجاه الهابط ده. لو قدر انه يفترق الاعلى ويكون لي عادة اقتبار. اقدر من عنده اكون بدخل في صفاقات شرائية مرة تانية. ولكن السعر حاليا سبعة تلاتين تلاتين. كربة من مشتواتنا قومة. مش افضل شيء. اني ادخل في صفاقات شراء حاليا. نروح ليه سهم بنك الراكشي واللي برضو عمل رالي كبير قوي. مع نهاية تدولات شهر اكتوبر. قدر انه اه يسعد اه تقريبا اه تلاتة وتلاتة اربعة وتلاتين في المية وده رقب كبير قوي. قدر انه يسعد واحد وعشرين ديال وده شيء جايد جدا. وبرضو في نطاق آآ شهر ونص. فده كان شيء جايد جدا لو كنا تكلمنا عنه في تحليل الاسبوع الماضي قلنا انه قدر انه يعوض كل لخسائر العام الحالي بل وهو حاليا لو شامعة قفلت كده احنا نقدر ان السنة كانت اجابية حتى لو كانت اجابية بشكل بسيط قوي. ولكن آآ تلاتة اربعة الاولانية في العام كانوا سيئين جدا بالنسبة للبنك الرقحي ولكن في الربع الاخير من العام آآ قدر انه يعوض كل الفسائر ويطلع فراني كبير جدا. دلوقتي هو متمركز عند مستوى ده عن مجال جدا اتنين وتمانين فاصل اتنين. والاتنين فاصل اتنين ده مستوى آآ قوي جدا جدا ليه لانه قمة العام الحالي. القمة اللي ابتدى منها العام او صعب منها العام يعني هو ابتدأ العام آآ بآآ صعود ثم وصل لقمة اتنين وتمانين آآ فاصل عشرين ومن هنا تم الهبوط بشكل كبير لحت ثلاثة وشتين فاصل عشر. اتنين وتمانين اتنين دي نقدر نبين على تدولات جيدة جدا. شمعت يوم الاحد لو كانت بغلقها آآ ايجابي. نقدر يكون مستهدفاتنا خمسة وتمانين فاصل اتنين. تمانين وتمانين فاصل سبعة. في كل مرة آآ بتكمن فيها في التحليل الاسبوع بيقول انه الرهان الكسبان خلال العام المقبل هيكون سهم بنك الرقي هيكون عليه فرص آآ مضربية واستثمرية جيدة جدا. نقدر نكون بنستغل لها. سهم مسابك آآ اخيرا اتدى يتحرك معانا في سعود وكنا نوهنا عنه في متصف الاسبوع آآ الماضي على قناتنا على التليجرام وفي تويتر وفي انستجرام وقلنا انه آآ هو كان آآ بقارزة قريبا اسبوعين بتزفزب عند مستوى التسعة وتسعبعين فاصل تلاتة آآ عن مستوى التمانين وقلنا ان عند لاموزة هارمونيك صعد منه ولكن السعود لسه لم يكتمل مستهدفاته آآ الى التمام. مستهدفاته بعد تكوين القناة السعرية السعيدة وبعد سعوده من مستوى التدعم النشار اليها. مستهدفاته عند مستوى التلاتة وتمانين فاصل ستة خمسة وتمانين فاصل اتنين بالكلب من خط الاتجاه. الهبط الموضح امامنا من كلمة آآ برضو العام الحالي. وكمان بالكلب من متحرك آآ متين يوم. مستهدفات نقدر ننهي بيها العام الحالي سهم بان او سهم سابق دي هتكون مستهدفات جيدة جدا. فبرضو مع تدولات يوم الاحد واغلاق ايجابي نقدر نبني تمركزات. سهم المنجة سهم المنجة برضو كنا تكلمنا عنه وقشرنا عنه منه هو في مستوى ستين فاصل آآ خمسة وهدو ستين فاصل اربعة. كان ميكون ناموذج هارمونيك برضو. وقدر برضو انه يصعد تقريبا آآ تبانتسر في المية حداشر ريال في برضو سهر ونص او قرابة آآ السهرين. قابلنا مستهدفاتنا بشكل جيد جدا. انه هو حالية بتمركز عند الحد السفلي اللي كان السعرية الصعدة من قاع سهر اكتوبر اللي كان تم بدايته الصعود. واحنا نتوقعين آآ مستهدفات اتنين وسبعين فاصل اربعة ممكن السعر يرجع تاني يلمسها. وآآ من هنا آآ هنشوف تعامل السعر مع المستوى لان بعد كده هيكون عندنا مستهدفات ستة وسبعين فاصل ستة لها تكون آآ سهم المنجة. ولكن طبعا اغلاق يوم الخمسة كان اغلاق شامعة هابطة آآ قوية. فالدخول وراها عطول مش يكون افضل شيء. لازم الاقي شامعة او شامعتين على الاقل صعودتين. قدر ابن منهم دخول يكون ايجابي ودخول يكون آآ بشكل مليح. مفهوش اي طبعا زي اغلاق نختم تحليلاتنا كل اسبوع بسهم بنك البلاد. وكنا تكلمنا سهم بنك البلاد الاسبوع الماضي كان ختم لنا يوم الخميس الماضي اللي قبله. طبعا مع قرارات الفيدرولي كان ختم لنا بشامعة قوية جدا. برضو مع افتتحات آآ الاسبوع الماضي قدر انه يكون لنا جاب صعود طبعا ضطال. ولكن لا صعود برضو آآ تلاتة في المية خلال الاسبوع ولا كان آآ شيء جاي جدا لو كنا نواهنا عنه ان احنا متظرين مستويات تلاتة واربعين فاصل تلاتين هو اوصل له بالزبط وصل اتنين واربعين لفاصل خمسة وتسعين. سهم بنك البلاد برضو حاليا هو بالكربة من المستهدفات اللي احنا اشارنا لها وطبعا المستهدفات بتوعامل مع عاملة آآ المقاومات السعرية فحاليا برضو الدخول مش يكون افضل سيء الدخول لو حصل تصفيح عميق بالكربة من مستويات ربعين فاصل عشرة تسع وتلاتين فاصل سبعين واللي هتكون معاها متحرك متين اقدر اقول انه نبني نقدر نجم ملاك السرائية جديدة او لو قدر انه يكسر تلاتة واربعين فاصل تلاتة اقدر ابني مع اي عادة افتبور ولكن حاليا انا بالكربة من مستويات مقاومة فالدخول مش هيكون افضل سيء اما الدخول هيكون مع التصفيح او مع الكسر والاغلاب وعادة الاختبار مرة اخرى اقدر ابني تدونات صحيحة ومريحة وفي كده نكون انتهينا من التحليل الفني الاسبوعي لمؤشر تاسي واهم من الاسهم السعودية لو في اي سهل عايزين يكون له تحليل خاص اكتبونا في التعليقات وهنكون بنرد عليكم ونشوفكم ان شاء الله في تحليلات فنية تاني